أجرى وزر الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطف اليوم بنيويورك العديد من اللقاءات التنائية حيث تباحث مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية وكبيرة منسقي شؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ووزير الخارجية وشؤون المختربين بالجمهورية اليمنية ووزير الخارجية والاندماج الأفريقي والإفوريين بالخارج بجمهورية كوديفواغ ووزير العلاقات الخارجية بجمهورية الكاميرون ووزيرة شؤون الخارجية بجمهورية أفريقيا الوسطى ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية فيتنام الاشتراكية ونائب رئيسي الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية إيرلندا وكذا وزير الشؤون الخارجية بجمهورية أرمينيا ووزير الخارجية والمختربين بالجمهورية اللبنانية اللقاءاته كانت سانحة لبحث مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة في ظل استمرار حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني الشقيق كما فتح النقاش حول سبل تعبئة المزيد من الجهود الدولية بغية التخفيف من وطأة هذه الأزمة الإنسانية ووضع حد لها